أبو أحمد يقول في شخص يعني يصلي أخي يقول يصلي دائما ويكثر من قول لا حول ولا قوة إلا بالله في الصلاة حتى أصبحت يعني ظاهرة وكثيرة عليه ما حكم ذلك أبو أحمد بارك الله فيك بالنسبة للصلاة يجب على كل مصلي أن يلتزم هدي النبي صلى الله عليه وسلم فيها فقد صح عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال صلوا كما رأيتموني أصلي وليس في صلاة النبي عليه الصلاة والسلام ذكر للحوقلة في مثلا يعني التكبرات الانتقالية ولا بين التسميع والتحميد ولا بين الجلسة بين السجدتين ما في شيء من هذا القبيل وإنما لو قالها في السجود مثلا من جملة الذكر والدعاء لا بأس بذلك أما أنه يقولها عند القيام وعند القعود وعند النهوض من السجود إلى القيام هذا غلط لأن هذا ذكر زائد على الأذكار الثابتة الموقوفة على النبي صلى الله عليه وسلم وكون الشخص يقول والله أنا أمر بيعني شيء من الأزمات أو شيء بكذا يكفيه لذة الصلاة ويكفيه ما هو فيه من انشراح صدر ولا يحتاج إلى أن يقول لا حول ولا قوة إلا بالله في أعمال الصلاة وإنما يقول هذا خارج الصلاة فنبهه وحذره من أن يخشى على صلاته يخشى على صلاة يعني أنه الآن إذا ركع قال لا حول ولا قوة إلا بالله وإذا رفع قال لا حول ولا قوة إلا بالله وإذا سجد قال لا حول ولا قوة إلا بالله أين الدليل والعبادات مبنية على التوقف والبطلان والمنع حتى يأتي الدليل عن النبي عليه الصلاة والسلام وإذا كان الرجل يقولها لا شعوريا الصلاة الصحيحة والحمد لله لأن هذا ذكر يعني مشروع من حيث جنسه وأصله لكنه ما يصلح أن يتعمل ذلك بارك الله فيك